السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصدف اليوم في الستوديو رئيس تحرير مجلة تحولات الأستاذ ساركيس أبو زيد أهلا وسهلا بك أستاذ ساركيس في ستوديو الميادين أبدأ معك بسؤال عام حول ما رأيناه بالأمس وشاهدناه من تهديم لحضارة إنسانية وليست فقط عراقية لحضارة وإرث حضاري وإنساني كبير جدا في العراق من قبل داعش ماذا سيتبقى من هذا الإرث الذي بعدما دخل الأمريكيون إلى العراق وأيضا احتلوه هناك جزء كبير سرقته إسرائيل وأيضا سرقه الأمريكيين والأمريكيون والآن داعش تقوم بالمشهد وتكرر المشهد نفسه إلى أين لا شك بأن هذا العمل هو عمل إجرامي ولكل أدان هذه الممارسات بس لك داعينا نذهب أبعد من ما يحصل لظهار خلفية هذا التنظيم ماذا يريد وما هي المخططات النهائية التي يريدها واضح بأن نشهد الآن مرحلة جديدة من الصراع على المستوى العالمي أو على المستوى الإنساني هو صراع بين التوحش والبربرية الجديدة من جهة ومن جهة أخرى بين المدنية والحضارة واضح بأن هناك أيضا مخطط ليس فقط لاستعمار أو لاحتلال أو لتدمير المنطقة العربية ولسيما منطقة المشرق بل هناك مخطط لإلغاء الزاكرة الحضارية لهذه المنطقة بدأ ذلك مع إسرائيل وواضح بأنها كانت دائما تسعى إلى طمص الحضارة القديمة الحضارة الكنعينية الحضارة العراقية حضارة المنطقة وتسعى إلى تدميرها وتسعى دائما إلى صرقة الكنوز أو المنحوتات أو التراث القديم لأن هناك تداخل أو هناك مثلا تمت صرقة توراة يقال بأنها يعني إسرائيل تريد الحصول عليها تم نقلة من العراق إلى إسرائيل طبعا وهذا دائما يعني يصب في مصلحة إسرائيل لنحية تزوير الحقائق والتاريخ طبعا خاصة بأن هذه الحضارة هي تأكيد وهي شاهد بأن التوراة أصلا هي منقولة عن الحضارة السورية والحضارة البابلية والحضارة ما بين النهرين القديمة يعني هي منقولة من تراث هذه المنطقة لذلك تريد أن تلغي أن تدمر كل ما يفضح هذا النقل وهذا التزوير بالإضافة بأن إسرائيل حتى تستمر وحتى تكون موجودة هي بحاجة إلى تدمير كل هذا الإرس الحضاري الثقافي لهذه المنطقة لذلك أنا برأيي داعش وأخواته لأن هذه هي مدرسة مدرسة القاعدة مدرسة الأصولية الدينية التكفيرية هي واحدة تريد إلغاء البعض يعني يعتبر بأنها تريد إلغاء كل ما كان قبل الإسلام يعني هناك نظرة متشددة حول هذا الموضوع هي اعتبار كل ما كان قبل الإسلام وكأنه جاهلية وحتى ببعض الإسلام يعني المقامات والأضرحة طبعاً 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 ولكن هناك تركيز على هذا الجانب لإلغاء كل هذه الزاكرة يعني أريد أن أقول بأن داعش وأخواته تستهدف هذه الزاكرة وتدمرها على مراحل بس ولكن هذا يلتقي مع المخططات الصهيونية الإسرائيلية بالمنطقة التي تريد ليس احتلال الأرض فقط بل تدمير الزاكرة وتدمير التراث الحضاري القديم وهذا يلتقي أيضاً مع الدور الأمريكي في المنطقة الذي يحاول صرقة يعني مثلاً ما هو موجود في اللوفر ما هو موجود في المتاحة في الأوروبية أو الألمانية واضح بأن كل هذه الدول الاستعمارية واللوفر صرقة من عنا أيضاً طبعاً أن هناك هدف دائم كان أن الاستعمار أو الانتداب أو التدخلات الأجنبية كانت تستهدف إما تدمير تراثنا القديم إما صرقة تراثنا القديم أو تزويرهم من أجل إلغاء الزاكرة وإلغاء هذا الإرث التاريخي الذي ربما يعطي دفع ويعطي زخم ويعطي ثقة لأبناء شعبنا من أجل النهود من أجل التطور من أجل التقدم إذن ما نشهده اليوم هو مخطط ليس بالجديد هو مستهدف منذ مدة من إسرائيل تحديداً من الغرب الاستعماري بأشكال مختلفة كان يحاول تدمير هذه الحضارة والآن داعش وأخواته تقوم بهذا الدور من أجل إلغاء الزاكرة وتدمير التراث لذلك ما نشهده أنا برأيه يأتي في هذا الصياح هو تعبير عن خطورة هذا التنظيم عن خطورة القاعدة وهذا التفكير الوهابي التكفيري الإلغائي إلى أين سيريد أن يؤدي بالمنطقة ليس إلى تفتيتها واحتلالها فقط بل إلى تدمير الزاكرة وألغاء هذا التراث الحضاري الكبير على كل حال سنتابع عن هذا الموضوع ولكن بعد أن نذهب إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادر اليوم نتابع أهلا بكم نستهل هذه الجولة من لبنان مع صحيفة السفير ونقرأ فيها قواعد اشتباك جديدة مع الإرهاب إلى الهجوم در قهوة جيل السفير لن نسمح للتكفيريين بإسقاط لبنان أيضا في السفير الأردن تطبيع في خضم الحرب أنبوب لتقاسم المياه مع إسرائيل رحيل إريك رولو مؤرخ السلام المستحيل إلى المملكة العربية السعودية مع صحيفة الرياض ونقرأ فيها الإرهاب يستهدف من جديد المناطق السكنية في القاهرة قتيل وستة جرحة في خمسة انفجارات وتفكيك عبوات ناسفة بعدة محافظات وفود رسمية وحزبية تلتقي هادي السفير السعودي يباشر عمله من عدن إلى البحرين مع صحيفة الوسط ونختار من عنوينها الإعدام لثلاثة والمؤبد لسبعة وإسقاط جنسية ثمانية منهم بقضية تفجير الدي داعش يدمر متحف الموصل التاريخي أيضا في الوسط الرئيس اليمني يجتمع بمبعوث الأمم المتحدة والحوثي يتهمه بالخضوع للخارج وفد أمريكي يزور دمشق ويلتقي مسؤولين سوريين نبقى في الخليج ولكن ننتقل إلى الكويت مع صحيفة الراي وفيها جون ذباح داعش الأمن البريطاني منعني من التوجه للعيش في الكويت اسمه محمد أموازي ولد في الكويت وزارها قبل سنوات صحيفة الراي تسأل عن هجوم بريا ضد داعش في العراق وسوريا بمشاركة 30 ألف جنديا عربيا وغربي جون آلين العائد من اجتماعات الكويت رفض الخوضة في الأمر أعلن من الكويت إلى الأردن مع صحيفة الدستور وفي عنوانها الأول الملك والسيسي التفقان على تعميق التعاون العسكري والأمني تشكيل مجموعة عمل لوضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية مطالبة المؤسسات الدينية وفي مقدمتها الأزهر بتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين الناصر المشروع يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة الأردنية إلى الإمارات العربية المتحدة مع صحيفة الاتحاد هادي يلتقي الأحزاب وبن عمر في عدن والحوثيون يهددون باجتياح جنوب اليمن أيضا في الاتحاد القمة المصرية الأردنية بالقاهرة بحثت تطورات المنطقة أما ختام هذه الجولة فمن سلطنة عمان مع صحيفة عمان وفيها بن عمر يلتقي هادي ويؤكد الحوار الوطني مستمر ولم نحدد أين السفير السعودي يمارس مهام عمله من عدن وفي الختام كيري نتنياهو مخطئ بشأن المحادثات النووية مع إيران مستوطنون يحرقون كنيسة بالقدس ضمن سياسة دفع الثمن مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعا أستاذ ساركيس يعني مستوطنون يحرقون كنيسة في القدس من باب تدفع الثمن كما تقول الصحيفة وأيضا عطفا على ما فعلته داعش في الموصل بالأمس يعني إلى أي حد هذا العمل مرتبط بإسرائيل يعني إلى أي حد فعلا يخدم فعليا إسرائيل أنا وجهان لعملي واحدة يعني أنه لهذا أنا عم بحاول أني أعمل تقسيم جديد في العالم هو ما بين المدنية والحضارة والتوحش الجديد يعني أنا برأيي كمان أنه لهذا الهدف هو واحد هو تدمير حضارة الآخر يعني كمان حتى الولايات المتحدة الأمريكية يعني شيء اللي أحيانا بيسموه مثلا لو حظت هذا التقارب حتى بالتسمية أنه مثلا اكتشفوا مؤخرا مثلا بيحكوا عن الرأسمالية المتوحشة دليل أنه هذا النظام الرأسمالي الإمبيرالي هلأ يمكن صارت كلمة قديمة كلمة قديمة بس حقيقية لأنه أنا برأيي هذا النمط من التسلط أدى إلى هذه النتائج لها السبب أنه الرأسمالية المتوحشة هي خلقت الظروف المؤاتية لولادة حركات متوحشة كما نشاهد ولضافي أنه تدمير هذه الذاكرة وتدمير هذه الحضارة واضح بأنه الانتداب أو الاستعمار وقت اللي كان يجع بلادنا كان يستهدف هذه الذاكرة إسرائيل وقت اللي قامت بفلسطين واحتلتها دمرت هذه الذاكرة والآن تقوم داعش وأخواته بهذه المهمة لذلك أنا بعتبر أنه في صهيونية واحدة والأمريكان كانوا مسبقين بموضوع لهنود الحمر طب طبعا عندما بالخاء الذاكرة لأن الذاكرة بتساعدك على الهوية على شعورك بشخصيتك الوطنية القومية والانتماء وارتباطك بالأرض لأنه لا سبب بتأدي كمان إلى تخلفك من هنا أنا برأي أنه هذه الصهيونية اللي قائمة على فكرة الغاء الآخر هي إلى أوجه متعددة في إلى وجه يهودي عم يشوفه بفلسطين في إلى وجه مسيحة اللي بسموه الصهيونية المسيحية اللي عم يشوفها باللوية المتحدة الأمريكية وكيف عم بتدمر المسيح الحقيقي لأنه أنا برأي مسيحه وابن بلادنا بالنتيجة عم بيحاولوا يدمروا صورته وعم بيصوروه على غير حقيقته وعم بيعتوكي طبعا منقحة أمريكية وانا برأيه هلأ نحن عم نشهد غير منقحة بمزدوجان هلأ كمان أنا برأيه عم نشهد ولادة شيء اسمه الصهيونية الإسلامية اللي هي تلتقي مع هذه الصهيونيات على ألغاء الآخر على العنصرية على تدمير الحضارة اللي نحن نعرفها إذن أنا برأيه في تقارب بين هالثلاث مشاهد بين هالثلاث أهداف لذلك أنا برأيه مطلوب أنه يكون في جبهة حقيقية مقلف من الناس اللي بتآمن بعدها بالمدنية والحضارة للوقوف أمام هذه الموجة البربرية على قليل المتوصل وهنا أنا بدي أذكر بالبعض اللي كان يعتبر أنه داعش ما خطرة والقاعدة أنه بسيطة والبعض اعتبر أنه نحن نعطيها فرصة هذا ما أريد أن أسألك عنه هنا كمان يعتبر أنه الحروب يعني إنشاء الدولة بالحروب يعني غير الاستقرار فيها يعني داعش مضطرة لأن ترتكب كل ما ترتكبه لأنها حاليا تنشئ الدولة المزعومة التي تريد إنشاءها لكن للأسف أنه البعض اللي ما أدر خطورة القاعدة هذا الكلام ليس لسمير جعجع سمير جعجع يتحدث عن تنظيمات أخرى لا بتخليني له شغلة أنا برأيي كمان حتى الإسلام السياسي مطالب اتخاذ موقف واضح وصريح وحاسم بهذه المسألة وبهذا الموضوع خليني يقول أنه الكوى الإسلامية مقصرة في توضيح رأيي واضح وصريح وجازم بهذه المسألة لأنه أنا برأيي وألا بكونوا هني عم بيدمروا صورة الإسلام لأنه في محاولة كمان من الغرب بشكل من الولايات المتحدة الأمريكية ومشتقاطة وإسرائيل إلى تشويه صورة الإسلام لها السبب أنا برأيي مطلوبنا المسلمين أنه يدافعوا عن ذاتهم هل يترى؟ يعني معلش هلما هو شائع أنه هذا هو الإسلام حتى واحد يقدر يقطنع ويقول أنه مش هذا هو الإسلام مطلوبنا المسلمين نفسهم خاصة المراجع الدينية والقوى السياسية وما يسمى بإسلام سياسي أنه يوضح رأيه وما وقفه من كل هذه المسائل لا ينطقض بشكل خجول وبعده يكرر مقولة أن هذه صحوة الإسلامية إذا كانت هذه صحوة الإسلامية على هذه الصورة أنا برأيي هذا هو تدمير الإسلام هذا تدمير صورة الإسلام وهذا دمج صورة الإسلام بالصهيونية وبالاستعمار الخارجي من هون أنا برأيي مطلوب من كل هذه المرجعيات الإسلامية أولا من كل هذه الكوى التي تعتبر حي位 أنها إسلام سياسي البعض بحاول يسمي حياله معتدل أو ما بعرف شو أنا برأي مطلوب أنه يأخذ موقف يكون جريء لأنه هذه النتائج هذه الصورة التي ممكن هذه الحركات توصلنا لأله لأنه بالنتيجة بلش من ابن تيمية تتوصل للوهابيين تتوصل للقاعدة تتوصل لكل هذه التطورات هذا منطق الغائي يلتقي مع الصهيونية ومع الاستعمار وليس له أي علاقة لا بالإسلام ولا بالحضارة الإنسانية نعم في هذا تحديد هناك موقف البعض اعتبره موقف جريء لأوباما وقال على نام بأن هؤلاء لا يمثلون الإسلام الإسلام الحقيقي ليس كما يفعل هؤلاء برأيك لماذا قال هذا الكلام وهل قد يسمع هو كمان أوباما هو اللي عم به يعني أمريكا كمان عم تعتيكي طبعة مرقحة عن الإسلام لكي حتى تشوهه يعني إذا بدون يصفي أوباما هو الناطق الرسمي بإسم الإسلام هذا ناتج عن غياب المرجعيات الإسلامية وعن الصوت الإسلامي المرتفع والعالي حول هذه المواضيع شي طبيعي بيصير أوباما هو الناطق الرسمي بإسم هذا الإسلام من هوني أنا برأيي الإسلام باللوقات الحالي مغيب بينما هل هو صراع مبان إسلاميات أو حركات إسلامية منها أوباما أكيد بده يظهر نوع معين من الإسلام جبهة النصر على مثل كونه يخبرنا بمتدله أنا برأييه كله مثل بعضهم لا هو يريد أن يظهر جبهة النصر على حساب يعني يهاجم داعش لتعاوين جبهة النصر حتى داعش أنا برأيه العام العربي والإسلامي أنه هي منا جاية من الفراغ هي جاية بسبب الظروف الإسلامية والظروف العربية اللي موجودة هي موجودة من الواقع بس ولكن مين شجعها مين دعمها مين عطاها دو أخضر مش حتى تتحرك لا شك أنه هلأ الولايات المتحدة الأمريكية وكل هيدا الحلف الغربي مش قادر أنه يوضع حد لداعش وتصرفاته أنه أنا برأيه هيدا مسرحية قصة التحالف قصة القصف بالجو وكذا أنه هذه الشغلة أكيد مجدد أنه ظاهريا أكيد بده ينطل والخطأ بإنزال الأسلحة لداعش بدل من قصفها بس أنه يعني معقولي واحد يتصور أنه شو أنه جايين من غير كواكب أو أنه قوة خارجة لحد الدرجة بس واضح أنه هذا التحالف الغربي أنا برأيه لأنه هو بده يدمر حضارتنا هو بده يدمر أرضنا هو بده يدمر شعبنا هو ترك المجال فاسح المجال مش حتى يقوموا بكل هذه الأعمال لذلك أنا برأيه تصريحات أوباما الكلمية شيء أكيد هو عم بيروج لإسلام أمريكا أو لإسلام على صورته ومثاله وهو أنا برأيه ترك المجال لداعش وأخواته ولكل هذا المنطق أن يستمر لأنه بيعرف أنه هذا الذي يدمر الواقع لمنطقتنا طبعا هذا كله بالتزامن مع ترحيل وتهجير عرقي وديني ما هي بلاشت أنا بيستغر وأنه البعض بيستغر بهذه الأشياء ما هذه شفناه نحن بكل المجهزة اللي عمتها إسرائيل بفلسطين طب حتى هلأ البعض حتى خير الحرب الأهلية اللبنانية نفس شيء المليشيات ما أثرت يعني أنه بعد أنا بتذكر يعني بدون ما نحن بفوت بهذا الموضوع من الإجراء بس أنه هذه المشاهات كنا نشوفها لأنه بنتيجة هذا المنطق هو ذاته هذا المنطق الإلغائي هو موجود ذاته بس هذا موجود جزوله الفعلية موجودة بالتوراة وأنا بيرأيه إجت إسرائيل هي طبقت هذه الأشياء والبقية كلنا عم بيخدوا عنها من هون أنه حتى هلأ بيحكولك أنه عن هجرة المسيحيين تم هي هجرة المسيحيين بلشت من أنه إسرائيل كيف هجرت المسيحيين من فلسطين طب أنه أرض المسيحي اللي كان فيها آلاف المسيحيين ما تهجروا مين هجروا هجرت من إسرائيل أمريكا وقت اللي راحت على العراق وحتلته بلشت الهجرة التهجير المسيحيين من العراق يعني وين فيه استعمار خارجي وين فيه احتلال وتدخل صهيونة بتشوفي أنه فيه تهجير المسيحيين لأنه ولاد البلد الأصليين مطلوب إلغاءهم مطلوب عدم موجودهم لأنه هلي شاهد على الزاكرة وهلي هني شاهد ضد المنطق الإلغائي والاحتلالي اللي هني عم بيقوموا فيه نعم أيضا فيه عنوين الصحف يعني مر معنا موضوع مهم جدا بالأمس تحدثنا عنه قليلا واليوم يعني رحيل إيريك رولو الصحفي الفرنسي المصري مؤرخ السلام المستحيل أيضا برحيل هامة صحفية كهذا الصحفي إيريك رولو كان مع القضايا العربية وكان أيضا خبير في الشرق الأوسط وكل هذه الصفات التي حملها ماذا يعني رحيل ما هي يعني كيف نقرأ بصماته على قضينا ولا بهذه الملسابة اللي كونه فرنسي يعني خليني اتذكر أنه بهذه الأسبوع كمان يمكن كمان الجسم الإعلامي وأنا خسرت مجموعة أصدقاء بفرنسا اللي من فوزي شرع من البشير الهلال اللي هني صحفيين موجودين كمان ببيريز كمان خلال الأسبوع يعني كمان توفي كأنه في موسم للحزن رحيل نعم لشك أنه إيريك رولو له دور وقل له بصماته بهذا الموضوع بس خليني يعني لأنه نكتب عنه كتير ونحكى خليني أخذ هيك بس بعض ملامح اللي فيها شيء من الإيجابية وشيء من السلبة هو أصله مصري يعني أكيد بس خليني يقول هيدا الدور اللي بيلعبه أحيانا للإعلام بالسياسة يعني مش دايما بيكون ناجح وما دايما بيكون مستحب يعني خليني بس يعني يعني مع يعني حزني عليه لأنه كتب واهتم بالقضايا العربية بشكل عام وخاصة أنه كان عنده خلفية يسرية وكان دايما يدفع عن القضايا العربية بفرنسا بس خليني يقول إذا بدنا نعمل مقارنة بين وبين بيرنار هونلي ليفي اللي كمان الصحافي اللي عم بيلعب دار سياسة مهندسة الربيع العربي ما بعرف لش دايما كان أنه فرنسا تختار صحفيين حتى يلعبوا دار سياسة يعني أنا هاة الملاحظة بدي توقف عندها لأنه كمان إيريك لوم أنه بتعرفي أنه كان له علاقاته مع عبد الناصر كان له علاقاته بالثورة الإيرانية كان له علاقاته بالقضايا العربية يعني كان كمان أحياناً يلعب أدوار سياسية إلى جانب دوله الأعلامي بس كمان أنا برأي بغيابه بتحسي غاب هدا الفكر اليساري الاشتراكي الفرنسي اللي كان عادة يتعاطف مع بعض القضايا العربية العادلة لسيما موضوع قضية فلسطين يعني كمان أنا برأي بتحسي كمان هدا الجانب أو هول المفكرين وكأنه كمان عم بيتراجع دوره أو كمان عم بيخف عم بيتراجع دوره فقد هيك بمزدوجان يعني الحزب الاشتراكي حالياً يريد أن يرسل النائب الاشتراكي نائب في البرلمان الفرنسي الاشتراكي الذي زاره سوريا مع الوفد الفرنسي بالأمس آه طيب مع مبلك أنه في تراجع للاشتراكي واليسار بالتعاطف مع قضايا أنا بعكس ما كان أحياناً بعض الأصوات اللي كانت ليس فقط في العالم العربي يعني هذه نقطة جيدة يعني صفحات بس أنه حتى بهذا الموضوع أنا برأي خليني يقول أنه كمان أنه بفرنسا في عدة إيراء يعني بالغرب أنا برأي كمان ضد المنطق يلي بيعمم أنه برح هيك حطيت أنا مثلاً هيك جملي على الفيسبوك عم بيحكي فيها عن هذا الانقسام ما بين المدني والتوحش البعض كمان بيفكر أنه وكأنه كل الغرب متوحش وأنا برأي هذا الكلام هذا التعميم الصحيح خاصة أنه الغرب حاول أنه دايماً يروجنا فكرة ما يسمى بصراع الحضرات وأنا برأي هذا تضليل حتى يصوروا أنه وكأنه كل الغرب المسيحي ضد كل الإسلام الشرقي يعني هذا التعميم أنا برأي ياخدهم الصهيونية لا لأنه هي تحتمي بما يسمى حضارة مسيحية إسلامية بمواجهة الشرق المسلم لأسف أنا برأي أنه نحن كمان لازم يشوف أنه بهذا الغرب وبهذه فرنسا وبغيرة من الدول فيها عدة اتجاهات يعني صحيح يمكن ما تكون هي موجودة دائماً بالسلطة بس كمان عندها موقف مناقد لسياسة الدولة ولأنظمتها إيريك لوروري يمكن واحد منهم اللي كان دائماً كان عنده صوت في إضاءة على المسألة الفلسطينية على القضايا العربية العادي لعلى غيرها كما أنه الآن في كتير كمان أصوات بأوروبا وبفرنسا كمان عم تدعم تضعف كمان أنا برأي أنه نحن مطلوب منها أنه نشوف نحن هذا التمييز مثل ما الاشتراكيين حاولوا يفصلوا هذا النائب في مجموعة من النواب وأنا معلوماتي أنه في مئات النواب الأوروبيين عندنا استعداد أن يجوا يزوروا سوريا بسبب تغيير أو نقض لسياستهم السائدة ولمعرفتهم أنه كان في تضليل سبق وكان في مواقف عم تاخدوا دولهم بالنسبة لسوريا يمكن خاطئة أو هاي دي بداية إعادة النظر بهذا الموضوع من هوني أنه كمان بهذا الغرب وبهذا فرنسا بمناسبة للكلام عن إيريك لورو أنه في حدة إيراء كمان نحن معنيين كعرب أنه نشوف هاي التعددية وكيف نتعطى معها أنه في ناس هونيك كمان ممكن يكونوا هون مناصرين ودعمين لقضايانا لازم نتعطى كمان معهم بشكل إيجابي مش أنه نعتبر كل الغرب وكأنه رأيه واحد وكأنه الفرنسيين وقالك لورو أنا برأيه هو يشاهد بهذا الموضوع بسبب مواقفه السابقة حول هذا القضايا في المقابل أيضا هل بإمكاننا أن نعتبر أنه حتى زمن هؤلاء الصحفيين زمن هؤلاء النواب مثلا في السابق حين كان اليسار هو جبهة تقدمية ومنتشر أيضا كان مختلف اهتمام المواطن سواء الأوروبي والغربي بشكل عام لتعاطف مع قضايانا الزمن كان مختلف أيضا اهتمامه بات مختلفا عن السابق لك أنا بخليني أكس الموضوع ليش أنا بدي أطلب من الغرب ومن الأوروبيين يكون عندهم مواقف أكتر من أهل بلادنا يعني طيب وقت اللي بيصفي في عندك يمكن لو في مواقف بأهل بلادنا ما كنا بحاجة لمواقفهم طبعا طبعا أنه كمان هدي إلى علاقة بموازن الكوة وقت اللي بيكون أنت يعني في قسم كبير من الفلسطينيين للأسف بيكونوا هني عم بيطبعوا مع إسرائيل أو بيكونوا هني متنزلين عن حقا بأردن وكذا بدك أنه الأوروبي يكون عنده موقف داعم وقت اللي بيكون التطبيع هو سيد الوضع السياسي العربي أنه معظم الدول العربية تقيم علاقات سرية وأحيانا علنية مع العدو الإسرائيلي بدك أنه الأوروبي يكون وقف معنا أكتر من حالنا أنا برأيي قبل ما نطالب الغرب بأنه يكون عنده موقف من هذه القضايا فلنطالب أهل بلادنا والكوى السياسي اللي موجودة والحكام أن يكون عندنا موقف واضح وصريح خاصة بعد هذه هالتراجعات اللي عندنا حصلها بعتقد مبارح في اتفاق بالأردن بين الأردن وإسرائيل مشان المياه بعتقد المعاهدات اللي حاصلة التطبيع اللي صير مبان كتير من دول الخليج مع مع إسرائيل بعتقد معاد سر طب كيف بدك أنت الأوروبي أن يكون معك أكتر ما أنت مع حالك فضلا عن أنه في كتير كمان يمكن كيف بدك الله يظل بحترم العربي طبعا يراه كيف يعقد المعاهدات مع العدو موقف الخارجي مرتبط أنا برأي بموازين الكوى قبل ما نحاسب الآخرين فلنحاسب أنفسنا مطلوب مننا أن يكون عندنا موقف واضح وصريح ويكون في أوسع جبهة وتكتل حول مواقفنا الوطنية حتى يصير في عملية مطالبة طبعا أنا برأي هلأ الإعلام عم بلعب دور بتمييع هذه القضايا ما تنسي أنه تراجع اليسار على المستوى العالمي تسقوط الاتحاد السوفيتي تغيير كثير من الدول الاشتراكية والأحزاب اليسارية تراجعها خلى أنه هذه القضايا اللي كانت هي جزء من برامجها السياسية كمان هي تتراجع بس خليني أقول كمان أنه في إعادة نظر كمان أحيانا ببعض الدول بمواقفها من هذه القضايا يعني كمان بأوروبا أنه في أكتر من دولة عم بتطالب بالاعتراف بفلسطين بفلسطين يمكن بشكل معين بس خليني أقول أنه النقص الضعف الأول هو نحن معا بيكون عنا موقف واضح وصريح خاصة أنه في غياب الموقف العربي الموحد اللي يعملها الأقضايا خليني أقول أنه الأعلام بلعب دور بتمييع هذه القضايا تراجع اليسار على المستوى العالمي كمان أنا برأيي لعب دور وخليني يقول أنه يمكن نحن مقصرين بعملية التعاطي مع الغرب ومع أوروبا بأنه أحيانا في البعض مننا بيقدمون بالتعاطي معنا وكأنهن بلوك واحد بينما هنه في كوا سياسي وفي اتجاهات سواء سلبا أو إيجابا طبعا ضروري التعاطي معها بشكل حتى إعادة الروح إلى هذه التيارات المناهضة لإسرائيل ولي حلفها على كل حال نتبع ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأراحب بضيفنا في الاستوديو رئيس تحرير مجلة تحولات الأستاذ ساركيس أبو زيد أهلا وسهلا بك قبل أن نتابع النقاش نذهب إلى الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الراي الكويتية هجوم بري ضد داعش بمشاركة 30 ألف جندي عربي وغربي رجحت مصادر في واشنطن تشكيل قوة دولية مؤلفة من 30 ألف جندي تقوم بهجوم بري لطرد تنظيم داعش من مناطق غرب العراق وشماله وشرق سوريا وشمالها المصادر قالت للصحيفة إن القوة ستتألف من قوات تركية وعربية سعودية وأردنية ومصرية وعراقية بمشاركة أوروبية وكندية وأسترالية وأمريكية وهو ما دفع السيناتر الجمهوري ماركو روبيو إلى سؤال المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال جون ألن عن هذه العملية أثناء جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ فرد ألن سيناتر روبيو أنا أفضل أن أخوض في هذا الجزء من النقاش في جلسة مغلقة القدس العربي مصر بين العداء الأمريكي والغزل الإيراني تبدو خريطة التحالفات الإقليمية حبلة بتحولات قد تكون مفاجئة بل وصادمة في ظل تطورات ديناميكية شملت قيادات وتوجهات استراتيجية لدول رئيسية في المنطقة وتمثل مصر قاسما مشتركا في هذه التبدلات خاصة بعد أن عقدت عمليا تحالفا استراتيجيا مع روسيا بينما تراجع التأثير التقليدي للولايات المتحدة على سياساتها كما أقر بذلك وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس أمس الأول ولعل قيام مصر بتوجيه ضربة جوية لمعاقل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا من دون إخبار أي طرف أو استئذانه دليل واضح على النهج الاستقلالي الذي يتبعه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك لم يكن غريبا أن يواجه التحرك المصري في مجلس الأمن الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات عسكرية ضد تنظيم داعش في ليبيا معارضة أمريكية مثيرة للدهشة وهو التنظيم نفسه الذي تقوم الطائرات الأمريكية بقصفه يوميا في العراق وسوريا بالنسبة إلى العلاقات المصرية الإيرانية فمن الإنصاف القول أن طهران لم تتوقف أبدا عن السعي إلى التطبيع مع القاهرة مهما كان نوع النظام الحاكم فيها الغزل الإيراني تواصل خلال عهد السيسي بل وبدأ أكثر صراحة وهو ما ظهر أخيرا في التعزية الحرة التي قدمها الرئيس روحاني في ضحايا المجزرة الداعشية في ليبيا لذلك من غير المفهوم حتى في ظل استمرار التحالف المصري الخليجي أن يستمر هذا الوضع الشاذ بين طهران والقاهرة التي لا يشكك أحد في مدى محورية دورهما الإقليمي إنها دورة كاملة للتحالفات في المنطقة ربما كان يستحيل تخيلها قبل سنوات قليلة أستاذ ساركيس يعني من خلال بعض سلوكيات المملكة العربية السعودية بعد رحيل الملك عبد الله تجاه مصر تحديدا تجاه قطر واتجاه تركيا برأيك هل هناك من تغيير أو تبديل في المنطق في منطق التعاطي مع مصر وتحديدا مع الإخوان أم هناك تكتيك جديد لتعاطيها في ملفات المنطقة لكن بصراحة بعتبر أنه بعد الأحداث اللي عم تشهد المنطقة واضح أنه هناك تحول استراتيجي وتحول بالتحالفات وبالتكتلات اللي هي موجودة بس خليني يقول مستقبل هذه النتائج بعد مش محسوم لأنه طبيعة القوى لم تستقر بعد وفي كتير من المعارك لم تستقر وتحسن واضح أنه كان في موقف سلبي بين المنملكة العربية السعودية والإخوان نرجع بعدين من لاحظ أنه في محاولة ترتيب الأجواء أو تغييرها خليني يقول أنه هاي دي دول هالا بالوقت الحالي مرأة بمرحلة من الضياع نوع من الحيرة نوع من الترقب انتقالية مثلا ممكن تكون مرحلة انتقالية خليني يقول أنه نحن عم نشهد موت أو نهاية الجامعة العربية نهاية النظام العربي الرسمي اللي كان هو سائد شي جديد ما بنعرفه مجلس تعاون خليجي مثلا هلا هو إحدى أشكاله بس ما تنسي كمان الخلفات اللي موجودة بداخله بس على ما يبدو أنه هذا تحديدا ما أسأل عنه يعني خليني يقول في السعودية أردوغان في السعودية يعني هذا النمط الجديد خليني يقول أنه محدا مننا بقدر يعني يعتبر الحال ويبصر أو بيبرج أو يقدر يتحكم بما سيحصل بالمرحلة المقبلة لأن المرحلة المقبلة هي مسار له علاقة بنتائج الأوضاع اللي عم بتصير على الأرض واضح أنه كان في محاولة لزبدك حول مجلس تعاون الخليجي بس ما تنسي أنه الخلفات اللي حصلت ولكن فيما بعد تم إعادة ترتيبة ما بين قطر والسعودية وتلملم الوضع بس بتحسي كمان أنه هذا مش محسوم نهائيا بعد تحت الطاولة قطر عم بتقوم بأدوار يمكن لا تتوافق مع السعودية كليا بالإضافة ما تنسي أنه المشهد اليمني سوف ينعكس بشكل من الأشكال على موضوع الخليئة على موضوع المجلس تعاون والخليج ككل خاصا أنه اليمن اللي تقل بشري وتقل استراتيجي كيف تستقل الأمور هل ترى الأمور باليمن راحة إلى تقسيم أم إلى سيطرة الحسيين وتحالفهم ككل أنا برأيي نتائج هذه المعركة بدأت أثر على وضع الخليج وعلى وضع السعودية وعلى غيرهم بس خليني أقول المرحلة اللي عم نمر فيها هي مرحلة انتقالية حلط الاستقرار أو حلط الستاتيكو اللي كانت موجودة بالنظام الرسمي العربي السائد اللي تعبر عنه بالجامعة العربية أو بكوة دول الاعتدال أو ما شابه ما بعرف ها؟ هدا عم بيشهد نهايته أو رايح باتجاه الزوال العلاقات الجديدة لم تستقر بعد لم تستكين بعد يعني إلا بعد ما ألا صغطها النهائية مرتبطة بنتائج المعارك اللي عم بتسير بأكتر من ساحة عربية لكن هذا ما يمنع أستاذ ساركيس أنه نلاحظ أنه في بعض يعني بعض الخطوات المتخذة من قبل السعودية بعض الخطوات المتخذة من قبل مصر وحتى بعض الخطوات المتخذة من قبل تركيا أو هال ليكون هناك مثلا على الأقل شك بأنه في حلف جديد مصر غير موجودة فيه مثلا؟ خلق يمكن فيه ناس بتسعى إلى إنشاء نوع من حلف سنة بوجه إيران بيحاولوا أنه نجمعوا مباين تركيا وقطر والسعودية ومصر بس ولكن دخل هذا التحالف فيه مجموعة من التنوخضات اللي ما عم بتكون يعني ظاهرة أو عم بتتم تجاوز لألة خليني يقول أنه كان فيه محاولة من السعودية أنه ترجع تستعيد دورة يعني مع العهد الجديد فيه محاولة لترتيب المرحلة بس خليني يقول أنه بعد ما وضحت بشكل كامل لأنه خليني يقول أنه وضع مصر مش مستقر نهائيا في البعض ما تنسي أنه هلأ محاولات الأخوان لإصارة نوع من حرب أهلية نوع من اعتداءات نوع من أعمال عنف ضد النظام كمان هذه إلا تأثيرها ولا حركتها الشيء اللي عم بيصير بسناء كمان اللي يتغذيب عن الأتبار بس واضح أنه كمان النظام المصري لم يستقر على اتجاه محدد يعني من جهة عنده علاقات جيدة مع روسيا وهل ما فيك مطارين يخدم عن الأتبار طبعا مدريس ألا كانوا إلى أي حد هذه الزيارة قادرة أيضا على مساعدة أو على أنه ميل أدفة باتجاه هذا الحلف يعني كمان خليني يقول أنه يعني محدد من أنه يتأمل أنه مصر عبكرة بدأتصير هي حليف روسيا الأساسي بالمنطقة خليني يقول أنا اللي عم بشوفه بالمنطقة أنه فيه نوع جديد من النفوذ مختلف عن مرحلة الحرب الباردة عن أيام الحرب الباردة إذا بتتذكره كانت الكوة كانت الدول الأخرى بدأت تكون إما أسود إما أبيض يا بتكوني مع أمريكا بتكوني مع الأتحاد السوفيتي صحيح بينما الآن لأنه صار في تداخل بالعلاقات الدولية صرنا منلاحظ أنه نفس الدولة ممكن يكون عندها علاقات وتحالفات متناقضة خدي تركيا طيب تركيا هي جزء من الأطلس يعني خطوط التماس لم ترسم بعد لا ما زالت متداخلة بعدين اقتصاديا هذا الأهم يعني هناك التداخل الاقتصادي الذي يفرض التداخل السياسي طبعا إنه إذا بتخدي تركيا هي جزء من الحلف الأبصصي وهي علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل اتفاقيات ومعاهدات مع روسيا ما كانت متوقعة وما كانت حدا يقدر يتصورها بأيام الحرب الباردة القديمة طيب مصر طيب يلي عندها علاقات جيدة مع السعودية عندها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس الوقت عندها اتفاقيات وتعاون مع روسيا هذا النمط الجديد بالعلاقات الدولية إذا ما أخذ أنا برأي معالمه لأنه نحن مرأيين بمرحلة كمان انتقالية على المستوى الدولي يعني كمان النظام رسمي العالمي لم يستقر بعد لشك أنه أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية عندها دور الكهيدي وعندها دور مؤثر بس ولكن واضح أنه في صعود لقوى عظمة جديدة ما أخذت شرعيتها ما أخذت دورها ما استقرت تحالفات البريكس وغيرها من الدول الصين يعني بعد ما استقر هذا النظام العالمي ما زال داخل مفاوضات يعني إذا صح التعبير أو أوراق ومساومت هايدي بده وقت من هوني أنا برأيي قبل ما تنحسم أو تنجلي بشكل واضح لوين واصلة الاتفاقيات حول الملف النووي الإيراني العلاقات الأمريكية الإيرانية أنا برأيي كل الأمور التانية لحد ضل على الجميع يقول في هذا المجاني كل المراقبين وحتى كل الخبراء يعني يعني يعتقدون بأنه ذهب باتجاه الانفتاح يعني أو من التعاون لحل حلتها بس شو نتيجتها؟ نتيجتها أنت بتشوفي أنه في عندك سياسة أو واضحة بإيران يمكن عندك سياسة واضحة بالنسبة لتركيا ومطمعها عندك سياسة واضحة بإسرائيل أما الغائب الأكبر هني العرب يعني ما في شيء اسمه عرب بالوقت الحالي على خريطة المفاوضات الإقليمية والدولية بسبب تشرزمهم بسبب الصياغ اللي كانت موجودة بيناتهم تقريبا شبه غائبة وما في عندنا دور جامع وموحدة جامعة العربية عم تسمعي فيها شيء؟ كانت نسمع فيها مشان تشتم حتى تاخد شيء موقف ضد سوريا مثلا بس أنه بشكل كتير خجول ومعت بقى موجودة على الساحة أما العربي اللي كان بفترة معاينة يمكن كان فيه التنصيق السوري المصري السعودي كان يلعب دور لصياغة موقف عربي موحدة كمان هده مفركش لهذا السبب في غياب كله للوضع العربي بانتظار كيف تستقر الأمور بمصر وبسوريا يعني خليني يقول كمان يعني كمان من غيب أنه الوضع بسوريا ووضع بالعراق كمان هذا حسب نتائج الأوضاع الميدانية والعسكرية اللي وين بتروح إذا قدرت سوريا والعراق يرجعوا يستعيدوا دورهم أو شكل من أشكال وحدتنا الوطنية ممكن كمان يصير دور مؤثر على الساحة العربية بشكل أكبر قد يكون عدم الانهيار حاليا استعادي للدور يعني ليس بضرورة ينتهي القتال أنا برأي طويل يعني ما لحتنتهي بكرة لكن مجرد استثاره أنه ما زالت سوريا وقفة هذا استعاد للمبادرة طبعا بس أنا متوقع أنه هالشيء يزيد يعني كمان إذا هذا الشيء ترافق تكرس إذا كمان هذا الشيء توسع أكتر وأدى إلى صيغة من صيغة تعاون بين سوريا والعراق أنا برأيي بصير هذا المحور اللي دوره وزن بالسياسة العربية والإقليمية بشكل ممكن يغير كير من المعادلة من هون أنا برأيي أمام نحن تحولات العلاقة أول شيء بنتائج الوضع الميداني بنتائج المفاوضات والعلاقات السنائية اللي بتصير حتى ترسم معالم المستقبل العربي اللي أنا شايفه بالوقت الحالي شبه مفكك بس ولكن لم ترتسم بعد علاقاته النهائية فيما بعد على كل حال طالما تحدثنا عن الأحلاف الجديد وروسيا هي جزء مننا نذهب إلى أقرأ روسيا لنرى ماذا كتبت بعض الصحف الروسية اقرأ روسيا وتفاصيل كوميرسنت الرئيس الأوكراني سيساعد روسيا على تجنب العقوبات أعلنت أمس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن بدء سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس في منطقة دونباس شرق أوكرانيا القرار الأوكراني جاء بعد الاجتماع الموسع للرئيس بيتر باراشينكو مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية الرئيس الأوكراني يصف الهدنة التي نص عليها اتفاق منسك في الثاني عشر من شباط فبراير الحالي بأنها غير موجودة إلا على الورق فالحرب في الدونباس مستمرة قبل وبعد سقوط ديبالتسيفا إلى ذلك يواصل الغرب انتقاد موسكو وتحميلها المسئولية عن استمرار الحرب في شرق أوكرانيا وتتوعد الدول الغربية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في كياذ لم تمنع الرئيس الأوكراني من التوقيع على أكثر من عشرين عقدا لشراء الأسلحة خلال مشاركته في معرض آدكس في الإمارات العربية المتحدة وفي الوقت نفسه يتهم موسكو بتأجيج الصراع في الدونباس ويغمز من قناة إمكان تأجيل فرض عقوبات جديدة عليها إذا عادت الأمور في الدونباس إلى ما قبل معركة ديبالتسيفا كومسومولوسكايا برافدا الدبابات الأمريكية على بعد 300 كيلومتر من روسيا قبل ثلاثة أيام احتفلت إستونيا بعيد الاستقلال لكن اللافتة في الاحتفال أن الدبابات التي شاركت في العرض العسكري كانت ترفع الأعلام الأمريكية وتجوب شوارع نارفا التي ينحدر سكانها من أصول روسية الدبابات كانت تسير على بعد 300 كيلومتر من الحدود الروسية وربما كانت أسوار الكرملا واضحة المعالم للجنود المشاركين في العرض العسكري اليوم إستونيا باتت في أمان فالولايات المتحدة ستحمي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة وستقوم الطائرات بحراسة الأجواء الإستونية وخلال العرض العسكري كان جندي يؤدي تحية عسكرية تشبه التقاليد النازية وربما تستعد ما جرى في كياذ من إعادة الاعتبار إلى بنديرا العميل النازي خلال الحرب العالمية الثانية إلا أن الأهم من ذلك كله أن المدينة التي تعود أصول سكانها إلى روسيا لا يمكن التحدث فيها بالروسية إلا مع السياح نتحدث عن موضوع داعش ما زال يعني هو الموضوع الأبرز ثم نعود لنرى كيف يمكن أن يكون هذا الحلف الجديد الذي كنا نتحدث عنه هجوم بر ضد داعش ومشاركة 30 ألف جندي عربي وغربي علما أنه الرئيس السيسي عرض أن يكون هناك جبهة جبهة لمقاتل الداعش يعني أينما وجدت ولكن واشنطن رفضت ذلك أوروبا اعتبرت أنه هي محل سلمي تحديدا في ليبيا هي إلى جانب الحل السلمي علما ليست كذلك في سوريا لماذا لا يقبل هذا الاقتراح المصري بشأن ليبيا وداعش أينما وجدت يمكن عرجنا شوي حكيت شوي عن هذا الموضوع قبل شوي بس خلني أرجع كرر أنه لشك أنه القاعدة وكل ما نتج عنها من داعش ونصرة وغير من التنظيمات أسباب نشوءها هي مرتبطة بالواقع العربي والإسلامي بس ولكن استعمالها والاستفادي منها واضح أنه هو بإيد الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام لهالسبب بيصير في عملية انتقائية يعني هني مش ضد داعش بالمطلق هني تركين داعش تتصرف ومفرين لكل الوسائل مشان حتى تدمر وتفتت وتفكك المنطقة العربية أكتر من هون إنه هني بيعملوا قصف لقلبي سوريا وبالعراق بشكل لرسم حدودها مش للقضاء عليها لأنه ما حدا بيقدر يصور إنه إذا هذا التحالف مش قادر يهزم داعش كيف بده يوقف بش روسيا مثلا من هون إنه شغلي مستهجني ومستغربي يعني ولكن بليبي لأنه عندنا غير حسابات بسينا عندنا غير حسابات لسه ما قبلوا بالاقتراح اللي قدموا السيسي حول هذه المسائل إذن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء عم بيستعملوا القاعدة وأخواتها وكل مشتقاتها من أجل تخريب العالم العربي والإسلامي من أجل تفكيكه من أجل تدميره من أجل إلغاء حضارته إلغاء ذكرته حتى يتسنى لرسم حدود المرحلة المقبلة لمصلحة الغرب لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إذن هنه مش مع القضاء على داعش هنه مش مع القضاء على القاعدة ومشتقاتها هنه مع ترسيم حدودها مع الاستفادة منها لمزيد من التخريب على كل حال ورد في الخبر عبارة طرد وليس القضاء على ايه بنقولهم لمحال تاني يعني من هون بدك تشوفي أنه هنه شو حدود هذه الأشياء ربما ليبيا الجهة لا بتنسي أنه نحن كمان بيعلم متداخل بتلاحظي أنت المقاتلين عم بتتنقلوا من مكان لمكان بشكل كتير سهل طيب مين عم بيوفر لن هذه الألية التنقل يعني ما هي كمان أمريكا واحد ولا فئة ما هنه موفرين لداعش ولا تنظيمات القاعدة كل سهولة وسائل المقاتل عملية سهولة التنقل والانتقال يعني بيجيكي مقاتلين من تونس إلى سوريا من ليبيا إلى سوريا هل بيغضوا من سوريا إلى كذا إن هذه عملية نوع من حرب متنقلة هدفها تدمير أي إمكانية للوحدة أو للنهود بالعالم العربي والإسلامي طيب حصرت روسيا حصر الرئيس فلاديمير بوتين يعني بموضوع أوكرانيا تحديدا وموضوع الغاز والعقوبات وإلى ما لهنالك بسبب طبعا يعني هذا الحلف الذي كنا نتحدث عنه هل تجاوز القطوع كما يقال هل تجاوزت روسيا القطوع في أن تكون فعلا محاصرة أن يؤثر ذلك على مسار وسياسات الخارجية للرئيس بوتين تحديدا مع سوريا لكن بحدود منتبعتي لهذا الموضوع واضح أنه روسيا يعني في عملية شد حبال في عملية اختبار قوة بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية لم ينتهي بعد واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية عم بتحاول التطوق روسيا إن كان بالأزم الاقتصادية أو كان بالتحريض أو بوضع أوكرانيا أو بغير من الوضع لا شك أنه أنا برأيي الوضع الاقتصاد الروسي عنده صعوبات روسيا كمان محاصرة في مجموعة مشاكل بس خليني يقول بنفس الوقت مش معناتها أنه روسيا لا تستسلم أو لا تتراجع لا تستسلم أوروبا كلها عندها صعوبات ما هذه كمان أنه أنا برأيي جزء من هذا الحرب اللي عم بتخوضها الولايات المتحدة الأمريكية للحد من دور روسيا ما هو كمان عم بيأثر على أوروبا والأزمات اللي موجودة بأوروبا كمان لا تقول عن الأزمات اللي موجودة ودليل زيارة أولوند وميركل إلى روسيا طبعا من هوني أنه خليني يقول أنه هذه المرحلة هي عملية شد حبال هي تحسين شروط كل طرف قبل ما ترتسم معالم الوضع الدولي أنا مني شايف أنه الأمور رايحة باتجاه مواجهة أو حرب علامية تالتي أنا باستبعدها مع أنه في البعض بنظرها لأنه في صار في تشابك وتداخل بين الكوة بيسمح لها الموضوع بالإضافة أنه صار في قليات لحل المشاكل بشكل أنه تقدر ترتب الأمور أنه كل طرف يقدر يحافظ على مصلحته بس واضح أنه نحن عمر بمرحلة تنافس وشد حبال على المستوى الدولي اللي يرسم معالم النظام العالمي الجديد لهسب روسيا أكيد في محلات معينة عندها أزمتها بس ولكن قادرة هي بأماكن أخرى أنه تقلب الطالب من خلال الأوراق أو من خلال الحلفاء طبعا على كل حال للأسف انتهى الوقت أستاذ ساركيس رئيس تحرير مجلة تحولات ساركيس أبو زاد شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل ما أفتنا به من معلومات ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وعلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة